مشكلة الدواء هذه مشكلة كبيرة وقالنا نتكلم عنها طوالي يعني أن هذه المشكلة ما بتحتمل ما بتحتمل الانتظار ما بتحتمل التهاون لأن هذه قضية مرتبطة بحياة الناس بشكل مباشر فبالتالي تحتاج للمعالجات هذه ما قضية فيها لعب سياسي ما قضية فيها مناورات ما قضية فيها محاولة للابتزاز السياسي هذه قضية بتهم الشعب السوداني بشكل مباشر وبشكل أساسي وبشكل رئيس فبالتالي ليست محل صراع أو جدال شفنا أزمة الدواء وكان في بيان من مجلس الوزراء قبل يومين بتحدث عن أنه في نفاذ في مخزون الأدوية المنقذة للحياة والمحالي الوريدية بسبب الإقلاق الذي يشهده شرق السودان تجمع الصياطلة أصدر بيان أن يتهم الحكومة بالاستهتار في ملف الدواء وقال أن مشكلة الدواء ليست وليدة اليوم وأن الشعب السوداني بواجهها من عامين وأن التحجج بإغلاق الميناء والطريق القومي مع احتراف الحكومة بعدالة قضية الشرق يعد تلاعبا وتضليلا للرأي العام وانتقد بيان مجلس الوزراء حماية المستهلك أيضا تدخلت في الخط وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك ياثر مرغني أن إغلاق الشرق لا علاقة له بتأخر دخول الأدوية واتهم الحكومة بأنها تدير ملف الدواء بصورة غير مسؤولة وقال مرغني أن ملف الأدوية تديره الحكومة الانتقالية بسبب أهللية مما يؤدي إلى تفتيت الأموال والعملات الصعبة لعدم تحديد الأولويات فضلا عن عدم مشاركة أصحاب الغرار في الأمر وأشار مرغني لعدم وجود إحصائيات دقيقة عن الأدوية التي يحتاجها المريض وأكد أن كل الأدوية التي بها إشكاليات حقيقية لمستهلك تأتي عبر مطار الخرطوم يعني خلاصة حديث الدكتور ياسير مرغني أن الأدوية في الجدل لكلها وفي أشكاليات تأتي عبر مطار الخرطوم إذن الحديث عن أن قضية الشرك اللي لها إسبوع أو إسبوعين عند علاقة بأزمة ملف الدواء هذا محاولة بتاعة هروب وتبرير بحسب تجمع الصياد وبحسب حماية المستهلك وهذه جهات رقابية وجهات مسؤولة عن الملف يبقى فعليا الحكومة هي المسؤولة عن هذا الملف والمسؤولة عن مراجعة هذا الملف ما في مجاملة في القضية دي الهروب والتهرب بقضية الشرك دي غير مقبولة الكلام ده أفتكر أنه واضح المشكلة دي لها عامين والحكومة بتحاول تتهرب كان قبل كده طلع كلام عن أنه ما خرج عن المشتريات للأدوية والأموال حصائل الصادر التي تجد الأدوية كان تبعت لمجلس الوزراء في ملف لمستشار الرئيس الوزراء وكان الملف مزؤول منه أمجد فريد والشيخ خضر ملف الأدوية الاستيراد والأموال وكلها فكان في كلام وجدل حول هذا الأمر إذن الملف ده قديم والعبس اللي يحدث في ملف الدواء ده عبس موجود وقديم يحتاج إلى مراجعات تكري المعلومات الموجودة والمتوفرة أن القضية دي قضية قديمة ولها عامين ومستفحلة والسبب فيها الحكومة ابقى التبرير بقضية الشرك معين ده علاقة لأن الأدوية بتأتي عبر مطار الخرطوم بالطيران تتعندك مشكلات أموال عندك مشكلة أولويات عندك مشكلة ترتيب لحاجة تانية لكن الحقيقة أن هذه القضية مرتبطة بمعالجات في المكاتب ما عنده علاقة بقضية الشركة المترجمات لكي أتمنى